الآلهة على كناع الملك الشاب توت عن خامون الإله نخبت إله مصر الأولية والإله وضجت إله مصر السفلة وسر اجتماعهما معا بعد توحيد الملك مينة لمصر الأولية والسفلة الآلهة على كناع الملك الصغير توت عن خامون نخبت يا إله محلية على شكل النصر في وقت مبكر من عصر ما قبل الأسرات في الأساطير المصرية القديمة والذي كان راعي مدينة نغب في النهاية أصبحت رعاية مصر الأولية واحد الإلهين الرعيين لكل مصر القديمة عندما تم توحيدها فقد كان أحد أقدم المعابد هو ضريح نخبت في نغب إشار إليه أيضا باسم الكاب كانت المدينة المزاحبة للنغب العاصبة الدينية والسياسية لمصر الأولية في نهاية فترة عصر ما قبل الأسرات في العام 3200 قبل الميلاد إلى العام 3100 قبل الميلاد وربما أيضا خلال أوائل الأسرات في الفترة من العام 3100 إلى العام 2686 قبل الميلاد يعود تاريخ التسوية الأصلي في موقع نخ إلى نقاضة أو ثقافات حضارة البداري المتأخرة في أوجهها من حوالي 3400 قبل الميلاد فقد كان عدد سكان نخ 5000 على الأقل وربما يصل إلى 10 ألاف نسمة كانت نخبت إليه الوصاية في صعيد مصر غالبا ما ظهرت نخبت ونزيرتها مصر السفلة يان وضجت معا باسم سيدتين كان أحد الألقاب لكل حاكم هو اسم نبتي والذي بدأ باللغة الهيروغليفية لهي للسيدتين في الفن صورت نخبت على أنها العقاب حدد ألان جاردنار الأنواع التي استخدمت في الآيقونات الإلهية على أنها نسر أصمر ومع ذلك يجادل أريبل بكزوف بأن العقاب في فن المملكة المصرية الحديثة بمناطيرها ذات الرؤوس الزرقاء والجلد المترهل تشبه بشكل أفضل نسر أوزون ففي عصر الدولة الحديثة ظهر العقاب بجانب السل على أخطية الرأس التي دفن بها الملوك تتم تفسير السل والنسر تقليديا على أنهما وضجت ونخبت كما يوجد على كناع الملك الصغير توت عن خامون لكن إدنار روسيمان اقترح أنهما في هذا السياق تمثلان إيزيس ونفتيس وهم من الآلهة الجنائزية الكبرى بدلا من ذلك عادة ما كانت تصور نخبة ويتحوم مع جناحيها منتشرة في القصور الملكية ممسكة برامز شين تمثل الحماية المطوقة الأبدية غالبا في مخالبها إله مدينة بوتو ومصر السفلة وحامية الملك في الأساطير المصرية القديمة الإله وضجت وضجت هي إله الكبرى الفرعونية معروفة في العالم اليوناني باسم أوتو أو بوتو وضجات وويديجات وأوغو كانت في الأصل الإله الواصل لمدينة ديب أصبحت جزءا من المدينة التي أطلق عليها المصريين الكدامى اسم بر وضجت بمعنى بيت وضجت ويسميها اليونانيون بوتو والذي كان موقعا مهما في مصر ما قبل التاريخ والتطورات الثقافية في العصر الحجر القديم كان هناك أيضا بر وضجت في مصر العليا وكيلة أن وضجت هي رعاية وحامية مصر السفلة وعند التوحيد مع مصر العليا الحامل المشترك والراعي لكل مصر صورت وضجت مع كرس الشمس تسمى الصل وكانت شعار تاك حكام الوجه البحري وكانت أيضا حامية الملوك والنساء أثناء الولادة وكيلة أن وضجت هي ممردة الإله الرضي حورس ومساعدة والدته إزيس قاموا بحامية حورس من عم الغادر ست عندما لجوا إلى مستنقعات دلتا النيل ارتبطت وضجت ارتباط المصيقا في الديانة المصرية القديمة بأين رعا وهو إله واصي قوي تظهر الهيروغليفية العينها أدنى في بعض الأحيان يظهر الإسنان في الصور الدينية احتوى بر وضجت أيضا على ملاز حورس ابن إله الشمس الذي سيتم تفسيره على أنه يمثل الملك بعد ذلك بوقت طويل أصبح وضجت مرتبطا بإزيس وكذلك مع العديد من الآلهة الأخرى في النقش الظاهر على اليمين والموجود على جدار المعبد الجنائزي للملكة حد شبسوت في الأكسر هناك صورتان لوضجت أحدهمها على شكل السل مع رأسها من خلال عنخ وأخرى حيث تسبق فرص سكر يرتدي التاج المزدوج يمثل الملكة الذي تحميها بصفتها الإلهة الرعية ارتبطت بالأرض وتم تصويرها على أنها رأس صعبان على جسد امرأة أو صعبان على غير عادة الكبرى المصرية صعبان ونسام شائع في المنطقة في بعض الأحيان تم تصويرها على أنها امرأة برأس صعبان وفي أوقات أخرى أفعى برأس امرأة كانت أوراكل في المعبد الشهير في بار وضجت الذي كان مخصصا لعبادتها وطلق على المدينة اسمها ربما كانت هذه الوسيطة مصدرا للتقليد الأوريكي الذي انتشر إلى اليونان من مصر تشير الكلمة المصرية ود إلى اللون الأزرق والأغدر وهو أيضا اسم عين الكمر المعروفة في الواقع في أوقات لاحقة غالبا ما كانت تصور ببساطة على أنها امرأة لديها رأس صعبان أو كامرأة ترتدي الصل كان الصل في الأصل هو جسدها وحده الذي يلتفح على رأس الملك أو إله آخر أو ملفوف عليه تم تصوير وضجت على أنه كبرى بصفته رعيا وحاميا ظهرت وضجت غالبا ملفوفا على رأس رعا من أجل أن تكون بمثابة حماية له أصبحت هذه الصورة لها رمز الصل المستخدم على التيجان الملكية أيضا وفي تصوير مبكر آخر لوضجت هو الكبرى المتشابكة حول جزع البردي بداية من عصر ما قبل الأسرات قبل 3100 قبل الميلاد ويعتقد أنها الصورة الأولى التي تظهر صعبان متشابك حول رمز الموظفين هذه صورة مقدسة ظهرت مرارا وتكرارا باستوار اللاحقة وأساطير الثقافات المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط والتي تسمى عصا هرميز والتي قد يكون لها أصل منفصل تظهر صورتها أيضا من على عصى سارية العلم التي تستخدم للإشارة إلى الآلهة كما يظهر في الهيرغلوفية بكلمة الصل والآلهة في أماكن أخرى فإسم وضجت مشتك من المستلح الخاص برمز مجالها مصر السفلة تختلف حروفها الهيرغلوفية عن تلك الخاصة بالتاج الأخضر أو دشرت في مصر السفلة فقط من خلال المحدد والذي في الحالة من التاج كانت صورة التاج الأخضر وفي حالة الإله أفعل كبرى تظهر الإله وضجت في شكل السل الحي لتدهين رأسها بلهابها وترتفع على الجانب الأيسر من رأسك وتشرك من الجانب الأيمن من صدغيك بدون كلام إنها تنهض على رأسك خلال كل ساعة من اليوم حتى كما تفعل مع والدها راع ومن خلالها يزداد الرعب الذي تتهمه في الأرواح لن تتركك عبدا فمنكم يضربون في النفوس التي تكمل هذه كانت المقولة في كتاب الموتة للإله وضجت فالإله وضجت هي حامية البلد والملوك والآلهة الأخرى في نهاية المطاف زعم أن وضجت هي الإله الرعية والحامية لكل من مصر السفلة وأصبحت مرتبطة بنخبة التي صورت على إنها نصر أبيض الذي كان يحافظ على مصر الموحدة بعد توحيدها انضمت صورة نخبة إلى وضجت على التاج وتظهر بعد ذلك كجزء من الصل كما توجد على القناع الزهبي للملك الشاب توت عن خامون ارتبطت وضجت بمنطقة دلتا نيل وكان أكثر ارتباطا بعالم الأحياء كانت مرتبطة ارتباطا وصيقا بالملوك كآلهة للحماية وكانت مرتبطة مع آلهة أخرى غالبا ما كانت وضجت تصور على إنها كبرى منتصبة مع غطائها ممدودا كما لو كانت مستعدة للهجوم وفي بعض الأحيان صورت وهي ترتدي التاج الأحمر لمصر السفلة وصورت وضجت عادة مرات في شكل كبرى إلى جانب نزيرتها في مصر العليا نخبت في شكل نصر لها وهي ترتدي التاج الأحمر على اللوحات الجدارية أو على غطاء رأس الملك كما يوجد في القناع الزهبي للملك الصغير توت عن خامون كان لو دجت باعتبارها إله مصر السفلة معبدا كبيرا في إمت القديمة الآن في دل تنيل كان لو دجت باعتبارها إله مصر السفلة معبدا كبيرا في إمت القديمة في دل تنيل كانت تعبط في المنطقة باسم سيدة إمت ضحيقا انضم إليها مين وحورص لتشكيل سالوس من الآلهة